وتم وضع المنظومة الحقيقة تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء وخضعت المنظومة بقى لمتابعة مستمرة ودعم مستمر وقدرنا الحمد لله رب العالمين نقطع شهود وصولا لأن بقى فيه تقارير دورية ومؤشرات الأداء بيعتمد عليها ويمكن حضرتك تتمتابع سواء في المؤتمر الصحفي الأخير لدولة رئيس مجلس الوزراء أو في مجلس المحافظين في البيان الصادر عن المكتب الإعلامي لدولة رئيس مجلس الوزراء أن من ضمن ما تم رصده سواء من خلال منظومة الشكاوة أو متدول في وسائل الإعلام بشأن كذا وكذا وكذا إدى سيادته تعليماته وتوجيهاته للمسؤولين بالتفاعل أي أن الحكومة مدركة أهمية هذه المنظومة كقناة رئيسية من قنوات التواصل مع المواطنين طيب